موسيقى ازايكو حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وسحة وسعادة يا موليد بورك العقرب موليد بورك العقرب نهار ده ان شاء الله معدنا مع القرية بتاعتكو الفترة اللي جاية دي يلا نشوف احوالك و احوال شريكك والامور هتبقى ماشية ازاي معاكو الفترة اللي جاية دي هسحب اول كارت لطاقة بتاعتك و تاني كارت لطاقة شريكك هنعمل له كده زي تهكير ونشوف ايه اللي في عقل الشريك نوايا ايه تجاهك الفترة اللي جاية وبيفكر في ايه اا أيضا لو حابين تشوفوا قرية شهر كاملة لو ما شفتوهاش حيسبلكوا رابط محفظة الفيديوهات في اعلى الفيديو هتكون فيها الاثناشر برج تقدروا تختاروا البرج اللي عايزين تشوفوه وتشوفوا الاراية كاملة الطاقة بتاعتها من اول يوم لاخر يوم في الشهر يلا نشوف بقى الفترة دي احوالك ايه نيتي احسحب لك اول كرت بسم الله اول كرت تتلقى عليك يا برج العقرب كرت الصروة الفترة اللي جاية دي كأن الامور معاك ان شاء الله هتبقى يعني احسن وافضل وكرت القيم كمية ايه كرت ده كرت القيم وكرت الصروة كرت الفلوس كرت البدايات الجديدة كأنه الفترة اللي جاية دي ان شاء الله عندك بدايات جديدة في كل حاجة على جميع الاسعادة مال وعمل وصحة وعاطفة الامور هتمشي في اتجاه افضل ان شاء الله الفترة اللي جاية كمان خلينا اقول انه بتتفتح لك الابواب المقفولة اللي بقالها فترة يعني انت لو بقالك فترة عايز تعمل حاجة والامور مش مصبوطة فيها لا الابواب بتتفتح لك عايز يعني يكون عندك فلوس هيكون عندك كأنه فيه فلوس جاية لك من مكان معين عامل جمعية هتقبضها مش سلف حد فلوس هترجع لك هتشتري حاجة خاصة بالمجوهرات مثلا فيه حاجة عايز تشتري حاجة دهب هتجيب المهم ان الابواب مفتوح لأي مشروع أو أي حاجة انت عايز تعملها كمان عندك توسعات حلوة في شغلك في بيئتك فيه توسعات حلوة فرص جديدة انت ما كنتش حطيتها في دماغك وكأنه بنقول فيه حاجات بتحصل على فجأة ليكم وبتحصل يعني وانت هتكونوا فرحانين بيها مبسوطين بيها وكمان البعض منكو كأنكو كنتوا تتسعوا على حاجة معينة وبتبذلوا كل جهدكو علشان توصلوا لها أو تعملوها برضو بتتفتح لكو فيها الابواب في كل الاحوال يعني خلوا عيونكم مفتوحة وخليكم مركزين انه الفترة اللي جاية دي بتشهد بدايات جديدة حلوة قوي في حياتكم خليكم معين استعدوا ان انتو يعني تدخلوا بقى في الباب ده اللي هو باب القيم ده أو باب السروة ده باب الرزق والبدايات الجديدة ان شاء الله وكل الأمور بتتفتح لكم طيب لو هنتكلم أو هنشرح الكارت ده من جهة العطفة فيا برج العقرب الفترة اللي جاية دي ان شاء الله شايفة فيه حد جديد في حياتكو بيظهر للعزاب شخص جديد للعزاب بيظهر في حياة برج العقرب وشخص بيكون مميز جدا وكمان هو يا إما بيشتغل حاجة كويسة وظيفة مرموكة يعني أو هو شخص برضو معاه فلوس يعني ميسور الحال و ظروفه المادية كويسة طيب الناس اللي في علاقة من الواضح ان انتو لو بقالكو فترة في علاقة مع حد فخلينا أقول لكم انه هتوصلوا ان شاء الله لاتفاق بينكم ولارتباط رسمي بينكم الاتنين وكل واحد هيكون راضي كل الرضا عن الشخص الآخر فالأمور برضو بتتيسر لكم يا برج العقرب سواء انتو يعني عزاب أو مرتبطين ولكن على يعني مفيش ارتباط رسمي مرتبطين عاطفين طيب لو منفصلين فأنا شايف برضو انه في حد جديد بيدخل حياة برج العقرب طيب تعالوا نشوف كارت لشريك برج العقرب طيب شايفيني الكارت ده هنا امرأة و مسكة قلب طيب الكارت ده بقى بمعناه ايه او بيقول لنا ايه بيقول لنا انه الشخص ده الفترة اللي جاية ان شاء الله اه اه عنده بقول لك وحابب انه يكون معاك اه الشخص ده لو انتو منفصلين عنه بسبب مشكلة فانا شايف انه فيه مشكلة بتتحل يعني لو انتو اللي اتنين سبتوا بعض بسبب مشكلة وكان هو السبب فيها شايف انه المشكلة بتتحل الشخص ده احساسه و مشاعره اه الفترة اللي جاية هيكون اعلى وهيكون عنده وعي كامل بالعلاقة وهو عايز يعمل ايه وعايز يكمل معاك ازاي عايز يجي يعتذر عايز يجي وضح الامور او يعني يعتذر عن حاجة هو كان السبب فيها فانا شايف انه الفترة اللي جاية دي يعني هتكون حلوة وهيجي يعتذر او يعترف بغلطة هو ارتكابها في حق برج العرب كمان اه لو انتو مش مرتبطين خلينا اقول انه اه ده بيقول انه فيه شخص صديق او وشخص في العمل بيتقرب من برج العرب وكان الشخص ده بيساعدك في حاجة حاجة تحصل عندك في العيلة هيقف جنبك اه شخص حيدخل حياتك كصديق ويقلب الموضوع بحب ولكن خدوا بالكو انه الفترة اللي جاية دي كأنه الشخص ده لو دخل حياتك حيتردد صداه معاك يعني هيبقى فيه خلين اقول هتقربوا من بعض اكتر هيبقى فيه مشاعر فياضة بينكو انتو اللي اتنين فده حب جديد او شخص انت فعلا معاك كصديق هو يعني معاك كصديق وهيقلب الموضوع لحب فخلينا اقول الكارت ده بيقول لو عزاب حب جديد لو انتو لسه مفيش حد في حياتكم فده حب جديد بيدخل حياتكم الكارت ده بيأكد لأ انتو اصلا مع الشخص ده وهما موجود في حياتكم لو في مشكلة بينكم وانفصلتوا ففي ان شاء الله رجوع طب لو انتو مع بعض ما فيش اي مشكلة فانا شايف ان فيه تعزيز تشايف اوقات حلوة مليانة حب ومليانة عاطفة بتقضوها انتو اللي اتنين مع بعض فخدوا بالكم الفترة اللي جاية دي هتكون فيها تغييرات ايجابية على المستوى العاطفي بينكم وبين الشخص اللي بيدخل حياتكم ده يا برج العقرق فالفترة الجاية فيها تغييرات حاسمة لصالحكم ان شاء الله ولكن خليكم متأنيين وما تقلقوش لانو الامور ان شاء الله ماشية لصالحكم الفترة اللي جاي طيب خلينا نخلي الكارتين بتاعكم هنا بتاع الطاقة دول ويلا نشوف كروت التاروت هتقول لنا ايه بسم الله طبعا هقول لكم الكروت يعني قرية عامة كده عنها وبعد كده نتعمى في العطفة انا اقول لكم اما اللي جاي في طريقكم كده الفترة اللي جاية ونتعمق بعد كده في كرية العطفية بسم الله برجل عقرب ترجمة نانسي قدر برج العرب دعيني اقولكو الابراج اللي ظهرة قدامي قبل ما ندخل في القرية الابراج دي ممكن يكون الشريك او الشخصة اللي انت بتفكر في منها طيب ايه الابراج اللي قدامنا؟ معايا برج التور والعزراء والجد والجوزاء والميزان والدل والحمل والميزان تاني والجد تاني برضو متكرر طيب خلينا نقول الفترة اللي جاية دي فيها ايه؟ كمان اخدوا برج السرطان معاكم موجود معانا الفترة اللي جاية دي مبدئيا كده انا شايف ان انت داخل على مرحلة تغيير كبير خاصة في حياتك سواء الشخصية او العائلية فشايفك بتفكر كتير في الابواب الجديدة اللي بتتفتح لك شوفوا كده الطاقة بتاعتكو؟ دور تو فاليو بتح لكو ابواب كتير وقادي الاراية بدايتها مبشرة بتقول انه في بدايات جديدة لبرج العقرب الفترة اللي جاية دي بدايات جديدة في حياتكو في شغلكو تغيير بيت عتبة جديدة سفر فيه سفر عند موليد برج العقرب فيه امور جديدة انت بتتعلمها البعض منكو كمان كأنك بتتعلم لغة جديدة كمان شايفك بتتحرر من الكيوت اللي عليك شايفك فيه يعني اي حاجة كانت خنقاك بصوا الربطة زي والسلسلة زي حاجة كانت خنقاك مأيداك تعباك شايفكو بتتحرروا منها خالص كمان البعض من موليد برج العقرب وكأن عندكو اوراق بتخص صفر او اوراق تخص دراسة زي دراسات العليا بتخلصوها وبتنتهي لصالحكم وشايفكم الفترة اللي جاية دي ان شاء الله بتوصلوا لمكان افضل ومكان احسن لو عندكو مشاكل في الشغل او منافسات عالية شايفاها ان شاء الله بتنتهي كمان البعض منكو كأنه جايلك حوالة مالية فيه فلوس جايلك بوستو كنل ايه سوف بنتيكل ايه حوالة حوالة جايلك فلوس من حد حزك هيكون حلو جدا في حياتة الفلوس دي كمان عندك معارف جديدة في الشغل كأنك بتعرف على ناس جديدة في بيئة العمل بتاعك وعندك تجارة خارجية يعني بتعمل مسروع بتجرف حاجة برا المكان بتاعك بتبسع التجارة بتاعتك بس انا شايفة فيها عندك تجارة حلوة قوي يعني حظك حلو فيها الفترة الجاية فلازم تعرف تماشي امورك ازاي وحاول ان انت اذا كنت صاحب مسروع او هتفتح مسروع خلي شخصيتك قوية اعتمد فيها على نفسك وابدأ المسروع بتاعك وللبعد منك ولو انت اصلا في شغل فانا شايفة انه فيه منصب انت يعني بتوصله فيه ترقية او فيه منصب حلو ليك يا برج العرب كمان لو فيه اوراق قانونية اوراق في محكمة حكم محكمة او اوراق بقالها كتير وقفة كل ده بينتهي لصالحك ان فيه حكم محكمة بينتهي كمان لصالح برج العرب انتبه من بعض المشكلات في الشراكة او مشكلة فجأة تكبر بينك وبين صديق بينك وبين شريك في الشغل وانتبه ان انت ممكن تخسر شخص او تدخل في مواجهة مع حد وهتكون انت الخاسر تشوفو انت بقولي على الحتة دي هتكون انت الخاسر يعني لو دخلت الفترة اللي جاية لو بدأت مشكلة مع حد او دخلت في مشكلة مع حد وحصل مواجهات انت اللي هتخسر فيفضل نصيحة الكروت بتقولك تجنب يا برج العقرب اي مواجهات الفترة اللي جاية طيب خلينا اقولكو التلت الاخير من الشهر ده شيل لك فرص حلوة قوي في الشغل فيه تعامل حلو مع الاشخاص اللي حواليكو خاصة لو انت بتتعلم حد مسؤول او حد مهم زي رئيسك في الشغل مثلا وزي ما قدتوكو لو فيك قضية قانونية هتبقى صالحكو ولكن شرط ما تحاولش تخالف اي كوانين ما تحاولش تخالف اي كوانين وانتبه وانتبه وانت بتتكلم مع الناس اللي حواليك خاصة لو كان اب بقى ام عشان ما يبقاش في شد بينكنتو الاتنين يعني انو شايف الفترة الاخيرة دي فيها شوية ايه مشكلات صغيرة كده برضو حافظ على فلوسك انتبه من خسارة مالية يعني متسالفش حد منتاش عارفه متحطش في لص ومشروع مش متأكد منه متعملش خطوة يعني اقصد الا وانت دارسها لانو انا شايف الله اعلم كانو عند خسارة مالية او خسرت شخص او في حاجة تخص مراس تخص اوراق الفترة اللي جاية دي هتبقى شغلة برج العرب فحاول ان انت تكون مربط امورك ومتشدش في الامور اللي بتكون يعني حواليك شايفك شايل الهم قوي وشايل حملة وشايل مسئولية كبيرة لأ حاول تهدي والامور كلها هتمشي صحيح في شوية تحديات ولكن شايفها برضو بتمر وعندك انتصار في مكان عمل في مكان دراسة شايفك منتصر بتاخد خطوات منتصر فيها في عندك اجتماع عندك عشاء عمل زي ما بنقول كده ولكن الامور برضو حلوة وهتاخد خطوات حلوة فيها بس حاول ان انت تخرج من حياتك طاقة القلة وكل الامور عندك في الشغل بتمشي وببان الرزق شايفها بتتفتح لك ببدايات جديدة يعني في بدايات جديدة ان شاء الله في حياتك الفترة الجاية فان شاء الله الامور بتمشي لصالحة حاول بس ان انت الفترة اللي جاية اي حاجة ما كنتش مكملها حاول كملها مصروع ناقص كمله دراسة ناقصة ما كملتش اوراق معينة حاول ان انت تكملها لازم تحسن امورك على كل الاصعيدة علشان تلاقي راحة البال لان من الواضح ان بالك مشغول او انت متشتت او بتدار على راحة البال فحتوصل ان شاء الله راحة البال انت بتدار عليها بس انتبه ما تحاولش يعني تعمل اي اخطاء الفترة الجاية وان شاء الله الصهر هيعدز على خير فحاول ان انت تكون ملتزم شوية ولو انت مضمن على عادة سيئة حاول ان انت تبد عنها وتحاول ان انت تعدل من سلوكك او من امورك الفترة اللي جاية يعني مثلا بتشرب بحاجة معينة ايه بيد عن ايه حاجة مضرة بتسهر كتير عندك عادات غير صحية في الاكل في الشرب في المعيشة بتاعتك حاول ان انت تعدل من العادات الصحية بتاعتك كمان ايه خلينا اقول البعض من موليد برج العقرة لو انتوا منتظرين حمل فان شاء الله في خبر حمل وارد للمتزوجين من برج العقرة لو انتوا اصلا يعني في حمل ففي عند البعض منكم ولاد الطفل جديد فان شاء الله الامور بتاعتكو هتمشي حلوة اول فترة اللي جاية خلينا ندخل في الاراية العاطفية طيب انا شايفيكم عاطفية الفترة الجاية يا برج العقرة عندهم علاقات جديدة علاقات جديدة ومع ناس بعيدة يعني ناس في مسافة بينكم وبين بعض سكة سفر بقى يعني انت في مكان هو في مكان او الناس مختلفة عنك في الجنسية او في البلد المهم انه انا شايفة انه في اختلافات بينكم وانتم الاتنين فحاول ان انت العلاقات الجديدة دي تعرف توظفها كويس قوي لصالحك لان شايف في عندك حد بيعجب بيك وفي حد مشهور او حد معروف او ليه سلطة هيعجب بيك ولكن شوفوا بقى ولكن دي ولكن حاول ما تخليش الشخص ده يستغلك اه هيبقى معجب بيك بس ما تخليش يستغلك يعني حاول تدور على الاستقرار الفترة اللي جاية وشايفة البعض من مويد برج العقرب عندكو علاقة عاطفية مع شخص غني اوكي ان انت بتدخل في علاقة مع شخص غني شخص مبسوط معاه فلوس ميسر الحال زي ما ظهر برضو فتكتك وفتكت الشخص التاني في حد مبسوط بيدخل حياة برج العقرب طيب المنفصلين يعني رزا في حد جديد وفي بداية جديدة تمام المنفصلين بقى انا شايفة كأنه في حد بترسل بينك وبينه مشكلة وبيكون فيها توتر يعني مشكلة فيها توتر البعض منكو العلاقة بينهم بتنتهي صراحة بتنهار وشايفة فيه شد وجذب فيه تحديات في علاقة ممكن يكون كانت بسبب اولاد او كانت بسبب حد من العيلة او بسبب مشكلة مالية مهم انه انا شايفة فيه مشكلة بينك وبين شخص ولكن الشخص ده بعد ما هيفعل معك المشكلة دي و بعد ما هيعمل المشكلة دي هتلاقينا دمان وعلقان وهتلاقيش الحمل وحاسس بمسؤولية كبيرة قوي في نفس الوقت هتلاقي يعني قال الكلام وندم عليه يبعيز زرجة يصرحك او يتكلمك تاني طب لو انتو اصلا اصلا منفصلين انا شايفة فيه مكلمة او رسالة جالك من الشخص ده مكلمة او رسالة جالك من الشخص ده وشايفة فيه حد راجع يقدم عرض صلح بينك وبينه الشخص ده قديم في حياة برج العقرب في حياة برج العقرب قبل كده قديم وراجع يفتح صفحة جديدة ويبدأ بدايات جديدة معاك يا برج العقرب شوفوا انتو بقى امين في حياتكو اللي فصلتوا عنه وهو ده اللي راجع يبدأ بداية جديدة بس انا شايفاك منتصر يا برج العقرب واي خطوة عاطفية كمان انت بتخطوها بتبقى منتصر فيها كمان عندك البعض منكم فيه ان شاء الله ارتباط رسمي فيه زواج فيه كتب كتاب بيحصل لموليد برج العقرب طيب تعالوا نشوف المتزوجين الفترة دي فيها خلينا نقول شد وجذب مش عايز نقول مشكلة خلينا نقول شد وجذب بينك وبين الشريك بسبب حد يعني احد الاولاد فيه مشكلة بينكم بسبب الاولاد او بسبب الفلوس فحاولوا ان انتو يعني تخففوا شوية عن الشريك الحياة ولو هو اللي بدأ بالمشكلة حاولوا ان انتو تتجنبوا الرد لانه لو المشكلة زادت فحيبقى فيها يعني الامور حتكبر او الامور حتوسع حاولوا ان انتو تهدوا الدنيا علشان الامور تمشي الشهر ده لان الشهر ده فيه مشكل شوية فحاولوا يا متزوجين اتخلوا الامور هادية اه شوية بينكم طيب خلينا اشوف لكم كروت العطفة بسم الله اضع كروت جزيرة الحوض اضع 3 كروت خليني اقول لك انه في شخص بيدخل حياتك الفترة اللي جاية دي هتلاقي فيه كل اللي انت بحتاجه يعني من حب من حنان من عاطفة هتلاقي شخص كده ماشي على دماغك وماشي على هواك وهتلاقي عنده اللي انت بتدور عليه او هتلاقي عنده المواصفات اللي كان نفسك ترتبط بيها او الشخص اللي كان نفسك ترتبط به مواصفاته كانت عاملة ازاي فالشخص ده هتلاقيه ان شاء الله الفترة اللي جاية دي يا برج العقرب بيدخل حياتك طيب نصيحة الكروت خليني الاول اقول لك انه شخص ده بيحبك بصوا كده كرت الله شخص ده داخل حياتك وبيحبك حب غير مشروط يعني ايه؟ يعني من غير اي مقدمات ومن غير اي طلبات هتلاقي الشخص ده بيحبك وفي عطفة بين كنتم اللي اتنين وهتلاقي الشخص ده منجزب ليك الفترة اللي جاية يعني هيكون فيه انجزاب بنا اه هيكون فيه انجزاب بينكم من اول نظرة وهتلاقي الشخص ده بيحبك وانت كمان هتلاقي نفسك منجزب له من غير اي شروط من غير اي مقدمات طب نصيحة الكروت ايه؟ الكرت التالت بيقولك حسب من التهور الكرت ده بيأكد على راية الكروت انه ما تشدش مع الشريك ما تشدوش مع الشريك ما تعملوش مشكلة بيقولك حسب ان انت تتهور ما تتهورش ركز على نفسك ولو حاسس ان انت متوتر او متدايق او حاجة يعني هتخليك تخرج عن شعورك اقعد مع نفسك شوية قدر نفسك اعمل اسباء اخرج اعمل تأمل ولكن حاول ان انت تتجنى ان يكون فيه اي مشكلة مع الشريك انت لو انت عزال ففي حد داخل حياتكو بيحبكو لو انتم منفصلين حد رجع يصالحك بس احاول ان انت ما تشدش في الكلام علشان الامور تمشي طيب تعالوا ااخدلكم نصيحة كرت من كروت عروس البحر كروت الميرميد بنشوف هتقول لنا ايه بسم الله اوكي كرت ده بينصحنا بيقول لنا ايه طيب اولا هو الكرت ده كرت او كرت العرافة او الكرت ده بيقلك انه او ا ninety five في الحياه تجرب كتير والعياه بتحمل هزات كتيرة تحاول ان انت ببقهش عندك حتة الرفض لالماضي و او كمان غضب من الحاضر احاول ان انت تتقبل حياة زى ما هي اي حد حد فيها الزات فيها مشكلات ولكن بتشفى يعني الفترة اللي جاية عندك شفاء من حاجات كانت مدايقاك في الماضي وعندك حلول هتساعدك ان انت توصل لما كان افضل في حياتك مفيش حاجة اسمها وصلت للنهاية لانه لسه البدايات الحلوة جاي لك في الطريق واحتمالات كتير حلوة في حياتك لا تعد ولا تحصى هتقابلها في حياتك الماضي الحاضر المستقبل لا يخلق من الهزات ولكن انت منتصر عندك الفترة اللي جاية كأنه ربنا بيعود عليك بحاجات حلوة انت كان نفسك فيها وكأن الكارت دا يعني بيحقق لك او بيأكد لك على نبوءة حلوة تحصل في حياتك وبيقول لك انه القدر هتشوفه هتشوفه ولكن يعني هيكون خير ليك مصيرك وقدرك هيكون خير الفترة الجاية وفي المستقبل في المستقبل ان شاء الله كأنه يعني انت بتعمل سروة في حياتك والسروة مش لازم تكون فلوس ممكن تكون منصب حلو ممكن تكون مبلغ مالي شايلو ممكن تكون حاجة ربنا هيدخلها حياتك هيعوض عليك بيها فالفترة اللي جاية انت عندك القدرة انت يعني تتواصل اكتر مع نفسك وتدعي ربنا انه يحقق لك امنية ويحقق لك حاجة انت عايزها ربنا يحققها لك شايفك بتتعلم حاجة جديدة برضو وشايفة كمان كأنه في عندك الفترة الجاية هتبقى فيها احلام ورؤة كتير يعني هكون فيها علامات سواء بتنذرك او بتبشرك هجي لك رموز على هيئة احلام يعني كأنه حساسك بيبقى على الفترة اللي جاية وبيوجهك للشخص الصح وللحاجة الصح اللي في حياتك اللي هي هتحصل في حياتك يعني لو في حاجة هتلاقي ربنا بيبعث لك انذار لو في حاجة غلط او حاجة غمضة انت مش عارفها وممكن تشوف رؤية ملاش اي علاقة باللي بيحصل حاليا بس اللي هي علاقة بحاجة هتحصل لك لسه فهخليك واعي وركز على حياتك اللي جاية واتعلم حاجة جديدة ودرب نفسك على حاجات جديدة لانه شايفة الفترة الجاية امورك افضل انت شخص حكيم اكتر انت شخص مسؤول اكتر ربنا بيعود عليك بشخص يحبك ويحتويك ويكون عود ليك الفترة يعني اللي جاية بقى ويكمل معك بقية حياتك ان شاء الله يا برج العرب حبيبي برج العرب دي كانت قراءتك اتمنى يا رب القراءة تكون عجبتك ولو سمحت لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط زر الجرس وفعلوا الجرس اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باشعار واللايك والشير علشان كل موالد برج العقرب بيشوفوا الفيديو اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يا برج العقرب